شرفت المؤسسة النهاردة بتعاون مع صندوق تحية مصر في إطلاق قوافل أبواب الخير ودي القوافلة الأكبر من نوحة جنبا إلى جنب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الظروف اقتصادية استثنائية وبنأكد أن مؤسسة حياة كريمة هتعزز على دورها الفترة القادمة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية جميع الجمعيات اللي قدام حضرتك كل مجتمع المدني وأنا بقولها علناً مصر لم تحظى في المجتمع المدني منذ عشرات السنين باللينا نحن عوجين فيه مفيش أسر إن شاء الله أولى بالرعاية أكثر احتياجاً في أي حتة سيكون مصر اللي سيكون معاه إيدينا في إيديها قلبنا قلب واحد عقل واحد وأنا بقولها أن في مصريين بيتبرعوا من كل دول العالم مشتركين في قوافل كثيرة ومبادر كثيرة منذ نشئة الصندوق حوالي تم المبادرات أخذها نور حيان وبنتكلم في مبادرة النوردة اللي هي مبادرة أبواب الخير إحنا مساهمين معهم بـ 206 ألف كرتونة لكل محافظات الجمهورية والحقيقة صندوق تحية مصر بيؤدي أداء مؤسسة عالي وصاحب رؤية سباقة دائماً وهو نجح في التنسيق بين مؤسسات المجتمع الأهلي بشكل يراقي وبشكل محترم وبشكل احترافي استمراراً لمجهودات صندوق تحية مصر في دعم كل الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية صندوق تحية مصر بيطلق اليوم بالتعاون مع شركاء الخير والتنمية من مؤسسات المجتمع المدني والبنوك ورجال الأعمال والمتبرعين قواف الأبواب الخير لرعاية مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية من خلال توفير مليون كرتونة نياد غزائية بالإضافة لعدداً من الأغطية والمفروشات